الفصل السادس الشخصية تعريفها ومكوناتها خصائصها مراحل تكوينها وأسئلة للفصل الشخصية تتمثل الشخصية في مجموعة من الخصال والطباع المتنوعة التي توجد في كيان الشخص بصفة مستمرة وتميزه عن غيره وتنعكس على تفاعله مع البيئة المحيطة بكل مكوناتها المادية والمعنوية سواء كان ذلك مرتبطا بفهمه وإدراكه أم بسلوكه ومشاعره بمظهره الخارجي إضافة إلى القيم الرغبات والميول والآفكار والمواهب تعريف الشخصية اختلف علماء النفس في تعريف الشخصية وتحديد معناها فقد أورد العديد من التعريفات فمنهم من عرف بأنها الأثر الذي يتركه الشخص في من حوله وآخر يرى أنها المميزات والخصائص التي تميز إنساناً عن آخر وأورد بعضهم تعريفاً آخر هو أن الشخصية جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية التي تميز الشخص تمييزاً واضحا تعريف ألبرت إن الشخصية هي تنظيم دينامي أي حركي للنظم العضلية والنفسية للفرد التي تتولى مسؤولية تحديد نوعه سلوكه وطبيعة تفكيره وعرفها بيرت بقوله إن الشخصية هي نظام متكامل ينطوي على ميول واستعدادات جسمية وعقلية وهذا النظام ثابت ثباتاً نسبياً وهو الذي يميز الفرد عن غيره ولعل من المفيد أن نشير إلى أن هذه التعريفات هي مسألة افتراضية اجتهادية فلا يوجد تعريف واحد صحيح وتعريفات أخرى خاطئة ولكن الكل يحاول أن يصف الشخصية من خلال وجهة نظره الشخصية ويمكن أن نستخلص من هذه التعريفات أن الشخصية جملة الصفات والخصائص الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية التي تميز الشخص عن غيره حيث وصفت الشخصية بأنها البنية الكلية الفريدة للسمات التي تميز الشخص عن غيره من الأفراد وتعتمد مقاييس الشخصية على ظاهرة الفروق الفردية في الكشف عن العوامل الرئيسية التي تحدد نجاح الأفراد حيث إن النجاح يمتد في أبعاده ليشمل كل مكونات الشخصية في تفردها من فرد إلى آخر مكونات الشخصية لاحظ علماء النفس أنه لا يمكن وصف شخصية ما ما لم يكن هناك إحصاءات لجميع الصفات التي تميز شخصا عن غيره وقد حددت معظم السمات والصفات التي تميز الشخصية بالصفات الآتية واحد الصفات الجسمية هي القامة القوة الصحة والجمال اثنان السمات الحركية هي سرعة الحركة أسلوب الحركة والجد والمثابرة المهارة والحذق ثلاثة السمات العقلية هي القدرة على حل المشكلات التعلم التذكر الخلق والإبداع وسلامة الحكم وحكمة الرأي أربعة السمات المزاجية هي الحالات الانفعالية وتغيرها شدة الانفعال والاتجاه الانفعالي العام والمزاج الغالب خمسة السمات التعبيرية هي النزاعات المتغلبة كالانبساط والانطواء السيطرة أو الخضوع أو الرجولة الخلقية والأنوثة ستة السمات الاجتماعية هي القابلية للتأثر بالعوامل الاجتماعية والاندماج والتكيف التعدي على الغير الاشتراك في النشاط الاجتماعي وتقدير القيم الصفات الخلقية كالصدق والكذب والأمانة تصنيف سمات الشخصية يبدو واضحا أن هذه السمات متداخلة ومكررة ونظر لأن موضوع الشخصية في غاية التعقيد والتركيب فقد عمد بعض علماء النفس إلى تصنيف هذه السمات إلى قسمين رئيسيين واحد الناحية العقلية وما يرتبط بها من تحصيل للمعرفة وتخضع للجهاز العصبي وطبيعة نشاطه اثنان الناحية الوجدانية وما يرتبط بها من انفعالات واستجابات حركية وهي خاضعة لطبيعة الوسائل العضوية بما فيها إفرازات الغدد الصماء خصائص الشخصية من خلال التعريفات السابقة وفي ضوء المكونات التي عرضناها يمكن تحديد خصائص الشخصية فيما يلي واحد الشخصية صورة لنظام متكامل وهذا يعني عدم استقلال وظائف الشخصية المختلفة كالأفكار والانفعالات والعواطف عن بعضها فالاستقلال تقره النظرة التحليلية وتفرضه طبيعة الدراسة أما واقع الشخصية فخاضع لنظام معين يجعل الأفكار والانفعالات والعواطف تتعاون وتتآزر جميعا بحيث يخضع الأدنى منها للأعلى كخضوع الانفعال للعقل بحيث تؤثر كل وظيفة من تلك الوظائف في صورة الشخصية كلها كما أن الشخصية تؤثر في تلك الوظائف اثنان للشخصية مظهران مظهر ذتي فإذا ما بدت الشخصية من خلال ذاتها أو من خلال الأن المتميزة فإن هذا هو مظهرها الذتي ومظهر موضوعي أما إن بدت الشخصية من خلال نظرة غيرها لها فإن هذا المظهر الموضوعي والذي يتمثل في تأثير الشخصية بسلوكها في الآخرين وهذان المظهران لا ينفصلان في الواقع بل هما متكاملان ويؤثر كل منهما في الآخر ثلاثة النمو والاكتساب وهذا يعني خضوع الشخصية للتطور بمرور الزمن نتيجة تأثيرات عوامل الحياة المختلفة أربعة الوحدة وهذه الخاصية تعني أن الشخصية ثابتة رغم اختلاف أحوالها ورغم ما يطرأ عليها من تغير وتبدل ويعبر عن هذه الوحدة بالهوية أن وحدة الشخصية تقتضي نوعا من استمرار الماضي في الحاضر فتظل الشخصية هي نفسها في نظر صاحبها وفي نظر الآخرين فالشخص الذي في الأربعين من العمر يدرك أنه هو ذلك المراهق ابن السادسة عشرة ويدرك أنه طفل ابن ثانية ويعامله الآخرون بمقتضى ذلك مراحل تكوين الشخصية واحد مرحلة لا تغاير تستمر هذه المرحلة لمدة الأشهر الأربعة أو الخمسة الأولى من حياة الطفل بحيث لا يستطيع خلالها التمييز بينه وبين ما يدور حوله من أشياء كما أنه لا يميز بين أجزاء جسمه فكثيرا ما يمص أصابع قدمه وغيرها من أشياء أخرى ألا تغاير يعني عدم استطاعة الطفل الرضيع التمييز بين نفسه وبين الأشياء الخارجية المغايرة لذاته 2- مرحلة الشعور بالأن الجسمي عندما تبدأ المراكز العصبية في اللحاء تنضج وتبدأ الحركات الإرادية في الظهور ابتداء من الشهر الخامس أو السادس ويصبح الطفل قادرا على الربط بين الإحساسات المختلفة وتوجيه الحركات تبعا للمنبهات الحسية وخاصة البصرية منها ثم النشاطات الحسية والحركية وارتقاءها وتظهر فواصل جسمه واضحة بين العالم الخارجي بتدريج أمرا باطنيا بعد أن كان شيئا خارجيا غير مميز غير مميز في شعور الطفل عن الأشياء الخارجية 3- مرحلة الشعور بالأن النفسي تبدأ في بداية السنة الثانية حيث تصبح للطفل في هذه المرحلة أفكار وتأملات ذاتية وعواطف تدور حول ذاته فقط فالطفل يدرك أن له أفكارا بإمكانه أن يخفيها عن الآخرين كما أن له عواطف وخيالات تنطلق دون حدود والطفل يستطيع أن ينطوي داخل نفسه بعيدا عن الآخرين الذين يحدون من عالمه الخيالي الحر 4- مرحلة الشعور بالأن الاجتماعي تشترك هذه المرحلة مع المرحلة السابقة في النشأة وهتان المرحلتان مرتبطتان إذ إنه لا يمكن أن تفهم الواحدة منها إلا في مواجهة وفي ضوء الأخرى وفي هذه المرحلة يشعر الطفل أنه محاط بمجتمع من الأفراد يجب عليه الاندماج فيه فتبدأ علاقاته الاجتماعية بأفراد أسرته التي تتطلب استعمال اللغة للتفاعل مع وسطه الاجتماعي وكل هذه الخصائص تؤدي إلى نوع من العلاقات بنمو الطفل ونطجه لتشمل أفراد المجتمع الذين يتفاعل معهم أسئلة الفصل السؤال الأول وضح كيف تعددت تعريفات علماء النفس للشخصية السؤال الثاني الشخصية هي مجموعة من الصفات والخصائص التي يتميز بها الفرد عن غيره ناقش هذا القول في ضوء دراستك لمكونات الشخصية السؤال الثالث للشخصية خصائص محددة اشرحها السؤال الرابع تكلم عن مراحل تكوين الشخصية السؤال الخامس وضح ما يأتي ألف الصفات الإجتماعية باء مرحلة لا تغير جيم مظهر الشخصية الذاتي والموضوعي اشتركوا في القناة